للمزيد حول البيانة الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن المجزرة التي وقعت في قرية نهر الإمام شمال شرقي ديالة ينضم إلينا عبر سكايب من عمان مقرر القسم السياسي في الهيئة دكتور ثامر العلواني أهلا بك دكتور ثامر يعني أصدرتم في هيئة علماء المسلمين بيانا بشأن ما عنونتموه بجرائم الاعتداء على قرى قضاء المقددية في محافظة ديالة بداية كيف تنظرون لظاهرة الانفلات الأمني واستهداف قرى وأقضي بعينها في العراق تفضل إياكم الله أخي الكريم والتحية لقناة الرافدين والمشاهدي القناة الأكارم بداية لابد أن نعزي أهالي الضحايا ضحايا المدنيين من أبناء قرية نهر الإمام والراجدية الذين استهدفتهم يد الغدر والإرهاب الميليشاوي لأنهم يريدون خلط الأوراق وزعزعة الاستقرار النسبي الذي تمر به هذه المناطق الأوضاع في قضاء المقددية مأساوي وتحتاج إلى تدخل دولي أممي لإيقاف الجرائم والمجازر التي ترتكبها ميليشيا الحشد الشعبي في قرية نهر الإمام وفي قرية الميثاق وقرى أخرى في قضاء المقددية لأننا نتكلم عن قرى محاصرة منذ يوم أمس تتعرض إلى انتهاكات بشعة تخضع بكامل السيطرة للميليشيات الولائية وقد ارتكبت فيها مجازر كبيرة ضد المدنيين نتكلم عن إعدامات ميدانية في قرية نهر الإمام إلى الآن وصلنا 14 شخص تم إعدامهم ميدانيا بينهم نساء وأطفال هناك إصابات بالعشرات هناك حرق للمنازل هناك عشرات البساتين تم حرقها وتجريفها أيضا تم تدمير المركز الصحي الموجود في القرية وجامع القرية أيضا نحن نتكلم عن مدنيين يتعرضون لتعذيب انتهاكات صارخة أمام أنظار القوات الحكومية التي تتفرج على هذه الانتهاكات البشعة وهي لا تحرك ساكنا بل هي تجعل وقوفها حماية وداعمة لهذه الميليشيات في ارتكاب جرائمها دكتور ثامر على ذكرك القوات الأمنية يعني إذا كانت العدامات الميدانية تعد من جرائم الحرب في القانون الدولي الإنساني فبأي عين تنظر الحكومة إلى الجرائم التي وقعت في وقت لم تحرك القوات الأمنية ساكنا لاستغاثات الأهالي يعني مثلا هل يمكن أن نكون أمام تواطئ حقيقي حصل بالتأكيد كل المؤشرات والمعطيات التي نراها وكل الدلائل تشير على أن الحكومة متورطة بشكل كامل مع هذه الميليشيات وداعمة لهذه الميليشيات في ارتكابها لهذه المجازر لأننا إلى هذه اللحظة لم نشهد تحركا من القوات الأمنية الحكومية في إيقاف الانتهاكات الصارخة التي تقوم بها الميليشيات إلى هذه الساعة ومنذ ساعات قد وصلت عشرات الأسر النازحة من هذه القرى التي تتعرض إلى انتهاكات صارخة أمام أنظار القوات الحكومية وبمعنى أن الحكومة هي داعمة لذلك بل وصلت لدينا معلومات مؤكدة أن القوات الحكومية قد شاركت مع الميليشيات في اضطهاد أهالي نهر الإمام نعم طيب دكتور ثامر يعني في سؤالي الجديد إلى أي مدى ترى أن هذه المجازر التي تعرض لها الكثير من أهالي أديالة إلى أي مدى ترى أنها بسبب موقفهم الرافض للعملية السياسية وسيطرة الميليشيات الأمنية والسياسية على عموم العراق بالتأكيد بيان الهيئة اليوم قد صلت الضوء على هذه النقطة المهمة جدا وهو أن أهالي ديالة يتعرضون لهذه الانتهاكات ولهذا القتل ولهذا التهجير عقوبة لهم لأنهم لم يسايروا هذه الميليشيات ولم ينتخبوها ولم يشاركوا في الانتخابات وإنما قاطعوها فكان ثمن هذه المقاطعة التهجير والقتل والتجريف البساتين وشهدنا زعماء الميليشيات اليوم يدخلون إلى هذه القرى ويسعرون نار الحرب بالتهديدات المباشرة رأينا تهديد لهذا العامري زعيم منظمة بدر الإرهابية رأينا قيس الخزعلي يهدد هذه القرى رأينا أيضا أبو علي العسكري زعيم ميليشيا حزب الله يهدد هذه المناطق ويريدون أن يجعلوها نسخة مكررة من تجربة جرب الصخر بمعنى أننا نتكلم عن تهجير آلاف العوائل من هذه المدن بسبب الدوافع الطائفية التي تسيطر على عقول هؤلاء زعماء الميليشيات والميليشيات الولائية التي تدين بكامل إرادتها إلى نظام ولاية الفقيه نظام إيران الذي يستهدف العراق والشعب العراقي بشكل مباشر وبشع جدا دكتور ثامر أحد وجهاء العشائر أو أحد الشيوخ في الديالة هاجم هادي العامري وقال إنه لا يصدقه وكذلك تحدث عن فشل ميليشيا الحشدة المتكرر ببسط الأمن في عموم الديالة كيف تعلق على ذلك؟ بلا شك أن هذه المناطق تخضع بكامل مساحاتها إلى سيطرة الميليشيات سواء منظمة بدر سواء ميليشيا حزب الله وغيرها فكل ما يجري من خروقات وكل ما يجري من جرائم وارتكابات وانتهاكات هي مسؤول عليها من يسيطر على هذه المناطق وما رأيناه من اتهام مباشر من هذا الشخص ومن هذا الشيخ لهذه العامر بأنهم هم المسؤولون عن هذه الجرائم فهذه حقيقة وهناك مؤشرات تقول واضحة جدا بأن العملية جميعها مفبركة ومعدلها مسبقا لأن الميليشيات قتلت من أبناء الراشدية ثم حرضت على أبناء أهل نهر الإمام بمعنى ومع أن أبناء نهر الإمام هم بريئون من أي جريمة وحتى الميليشيات والجميع يتهم تنظيم داعش في هذه الجريمة فإذا لماذا يتهمون ويهجرون ويقتلون أبناء القرى الأخرى فإذا هناك سيناريو معد قد أعدته هذه الميليشيات وهذا الشيء قد اتهم الأهاد العامري بأنه وراء هذه المسرحية التي راح ضحيتها العشرات من أبناء الشعب العراق إلى السؤال الأخير الآن دكتور ثامر يعني باعتقادك هل سيظل الأهالي في ديالة مثلا يصدقون الوعود الحكومية والميليشيوية بأنهم جاءوا من أجل بسط الأمن لسيما وبعد أن قامت الكثير من الميليشيات بإذاقة أهالي ديالة الكثير من الويلات منذ تأسست لا شك أن جميع أهل ديالة يرفضون التواجد الميليشيوي والسيطرة الميليشيات على محافظة ديالة ولكن للأسف ليس بيدهم حيلة لأن الحكومة تدعم موجود الميليشيات في هذه المناطق فالشعب العراقي جميعه سواء من السنة أو الشيعة لا يقبل بتواجد الميليشيات وإنما الآن الناس والشعب العراقي يريد أن يحمي نفسه بنفسه بعيدا عن هذه الميليشيات بل وحتى بعيدا عن الأجهزة الأمن الحكومية لأنهم وصلوا إلى قناعة تامة بأن الجميع هم يعملون تحت ظل أو تحت فكر واحد بأنهم يريدون استهداف الشعب العراقي من أجل مكاسب برلمانية من أجل مكاسب سياسية فهم يستخدمون دماء العراقيين أرواح العراقيين إزهاق أرواح العراقيين في سبيل أنهم يستمرون في تسلطهم على الشعب العراقي وما رأيناه من هذا الشيخ اتهام مباشر لهادي العامري هو نموذج عراقي واضح بأن الشعب العراقي يرفض الجميع ووصل إلى مرحلة أنه لا يستطيع أن يطيق هذا التواجد وزعماء الميليشيات الذين يتحكمون بالعراق وبأمنه وبخيراته دكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق كنت معنا عبر سكايد من عمان شكرا جزيلا لك